أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج السردال نحن على الوعد معكم ومن نفس المكان والزمان نلتقي بكم في كل أسبوع أهلا ومرحبا بكم العديد من الفقرات والمواضيع تنتظركم في هذه الحلقة نتعرف عليها سويا تشاهدون اليوم في السردال ندخل إلى كواليس مصنع شركة غالف كرافت لصناعة القوارب واليخوت لنزيح الستارة عن إنجاز سطر بشعار صنع في الإمارات العلامة التجارية الجديدة لليخوت الفاخرة نوماد توفر متعة غير مسبوقة في الرحلات البحرية الطويلة وإمكانات هائلة لاستكشاف عرض البحار والمحيطة والقرش الأبيض ثاني الجمزي يتحدث عن أدائه في هذا الموسم وبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة فورميل عوان كما عودناكم في بداية حلقة السردال نبدأ باستعراض لأهم الفعاليات الرياضية البحرية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي في أجندتنا الأسبوعية اشتركوا في القناة في حلقتنا اليوم ننتقل بكم إلى عالم جانب يجمع ما بين الجودة والمتانة من جهة والأناقة والرفاهية من جهة أخرى كاميرا السردال تجولت في شركة غالد كرافت للصناعة القوارب واليخوت هذه الشركة التي تعد أحد أهم شركات عالمية في هذا المجال المزيد من التفاصيل في زيارتنا تأسست شركة الخليج لصناعة القوارب غالد كرافت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1982 وتعد أحد أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج اليخوت الفاخرة والقوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية برنامج السردال فتح الأبواب ليكشف عما وراء صناعة القوارب واليخوت الفاخرة لشركة اتخذت من صنع في الإمارات شعارا وملهما لتحقيق أعظم الإنجازات سيد محمد إحسان الشعالي رئيس مجلس إدارة غالف كرافت أهلا ومرحبا بك في برنامج السردال عبر قناة ياس في البداية وجودنا هنا هو للاطلاع أكثر على هذا الصرح الصناعي الإماراتي وللتعرف أكثر على مصنع غالف كرافت في البداية خلينا نرجع إلى البداية عام 1982 أولا أشكركم وأشكر تلفزيون ياس على إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث حول مصنع أو صناعة شركة الخليجة صناعة القوارب معروفة تجاريا باسم غالف كرافت وأنت تسأليني في البدايات والبدايات صار لها زمان يعني وقت طويل جدا لكنها كعادة أي بداية بداية صعبة في بلد كنا نطمح أن ننشئ صناعة في بلد غير صناعي ونخلق سوق في بلد ما في سوق وكان البلد نفسه كل شيء كان في بداية أيضا وناشئ لكن الأهم ما في تلك البدايات أن كان هناك إيمان لدى القائمين على الشركة والشركاء اللي بدأوا الشركة إيمان بالصناعة وإيمان بدور الصناعة الوطنية وإيمان على المدى البعيد الصناعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تلك الأيام الإنسان منه بحكم تربية بحكم ما يدور حوله بحكم المشاعر العامة ما كان يفرق الإنسان بين الخاص والوطني أو بين الخاص والعام فالوطن هو خدمة صحيح ما عملت سواء أشتغلت كحكومة أو أشتغلت خطأ خاص أنت هدفك وتخدم الوطن هو تحقق شيء لهذا الوطن صارعنا صراع شديد لأن في البدايات المواد الأولية التي نحتاجها لم تكن متوفرة اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال لم تكن متوفرة الخبرات الإدارية لم تكن متوفرة نحن كأشخاص ما كان عندنا الخبرة التقنية التي تؤهلنا أن نقود هذه السفينة قبل أن ننتج هذه السفينة لكن الحقيقة مع الزمن مع الإصرار مع ما كان يجري حوالينا يعني أنا دائماً أؤكد أن تجربة غلف كرافت هي جزء من تجربة الإمارات حكيلي شوي عن مراحل التطور بمرور الزمن كان فيه أكيد اختلافات مختلفة يعني وتطور مختلف بهذه الشركة متى حسيت بأنه غلف كرافت صارت على طريق المنافسة؟ يعني طبعاً في البدايات نحن بدأنا نصنع قوارب صغيرة و حتى ما كنا نعرف السوق شيء يريد وكنا نجتهد اجتهادات في غير محلها تقنياً تسويقياً مالياً إلى آخره وطبعاً لم يكن هناك إمكانية لخلق دخل تستطيع الشركة في البداية وخلال الاستمرار كنا في أغلب الأوقات نمول هذا العمل من جيوبنا الخاصة هذا الحلم وهذا الحلم نعم من جيوبنا الخاصة واستمر هذا فترة طويلة وخلال هالفترة من 82 إلى عام 90 كنا يعني في مرحلة التجربة والخطأ أستطيع أقول من عام 91 بدأنا ندخل اليخوت الأكبر لأن وجدنا أن السوق يتجه نحو اليخوت فبدأنا ندخل اليخوت الأكبر اللقبة التحول اللي فعلاً وضعتنا في السوق المحلي وفي السوق العالمي في مصاف الشركات المصنعة هي في 2000-2001 لما بدأنا نتطلع إلى الأسواق العالمية وبدأنا الحقيقة نركز على النوعية العالمية أننا ما عندنا شركة محلي ولا يجب أن نكون يجب أن نكون شركة عالمية تسعى إلى إنتاج منتج ينافس في السوق العالمي ولكن من الأساس كان تركيزنا هو إنتاج اليخت الرفاهي ليس الدخول في صناعات مثلا يخوت عسكرية أو كذا أو الأخير كان تركيزنا فقط هي صناعات القوارب واليخوت الترفيهية أو ما يسمى بالبلجر ياتسن أنبوتس طبعا يمكن أيضا تجربة الإمارات مع هذا الوقت نضجت صار فيه مواد دولي متوفرة أكثر صار فيه خبرات متوفرة أكثر يد عاملة أكثر لكن أهم شيء كان قطاع الخدمات اللي هو قطاع لا يمكن أي صناعة أو أي بلد صناعي يعني يستغني أكيد كان نضج وبدأ يقدم لنا لحقيقة خدمات يمكن حتى اليوم نحن نتمتع بها قطاع الخدمات في الإمارات سواء من اتصالات مواصلات إلى بنوك شركات تأميل آخره نقش شركات نقل يعني أنت ما ينفع أنك صنع هاليخت صحيح وتبيع الأوروبا كيف حتنقل الأوروبا وما ترفتم كله صحيح يعني كيف حتوزع في أوروبا يعني فيه احتياجات وتطور قطاع الخدمات فاتكم وسهل مهمتكم الحقيقة كان لدور كبير في تسهيل مهمتنا للانتشار عالميا الحقيقة مرت الشركة طبعا بأدة تطورات مثل ما قلت لك بدنا من القوارب الصغيرة إلى القوارب المتوصلة إلى دخلنا للسوكريات في آخر عشر سنوات وإن شاء الله نحن مستمرين فيها إلى الأمام إن شاء الله يعتبر يخت السوبر ماجستي مائة واثنين وعشرين أحدث إضافة إلى مجموعة يخوت ماجستي الفاخرة التي تواصل إشباع الشهية المتنامية في المنطقة للملاحة البحرية الترفيهية ذات الطابع الفخم جرى تصميم هذا اليخت ليلاء منمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فهو يأتي مزودا بمساحات رحبة داخلية وخارجية للجلوس والاستجمام علاوة على منصتين بتجهيزات داخلية راقية وشرفة واسعة ومنصة علوية فسيحة يشتمل ماجستي مائة واثنين وعشرين على مطبخ كامل التجهيز وأماكن إقامة فاخرة لعشرة ضيوف في خمس غرف داخلية واسعة ويمكن أن يتسع الكراج الواقع في الجزء الخلفي من اليخت الفاخر لمركب خدمات ولزورقين جيتسكي بثلاثة مقاعد ما من شأنه الإسهام في رفع مستوى الترفيه والاستجمام خلال الرحلة حديثك عن اليخوت الكلمة الرفاهية اللي حكيتها بيقودني إلى السؤال عن عملائكم من هم الملاك المحتملين لغالف كرافت طبعا هم الملاك الملاك هم الأشخاص القادرين على امتلاك اليخت والقادرين بس مش على امتلاك أو شراء لأنه في كثير ناس قادرين على شراء اليخت لكن الناس القادرين على أيضا الاستمرار في صيانته وفي خدمته وإلى آخر اليخت يعني بيت أو قصر نقدر نقول في بعض الأحيان متنقل يحتاج إلى خدمه يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى يعني رعاية مهمة جداً لذلك قطاع الزبائنة هم يعني من يعني العائلات الحاكمة في منطقة الخليج من رجال الأعمال من المنطقة ومن جميع عنحاء العالم من المتمولين القادرين من بعض الشركات التي تشغل اليخوت للعمل التجاري أو ما يسمى بالشارتر الرياض وهؤلاء هم زبائن فيما يتعلق بقطاع اليخوت الحقيقة في قطاع القوارب طبعاً تعدد الزبائن هو الرياضة للصيد إلى خريادي والعائلة يعني في قطاع في قطاع اليخوت ما مدى قدرتكم على التعامل مع الأذواق المختلفة للملاكم المحتملين أو للزبائن ما مدى قدرتكم على توفير ما يطلبوها هؤلاء الأشخاص وخصوصاً أنه في قطاع اليخوت ممكن تكون في طلبات خاصة لكل شخص بحب أن يمتلك ياخد وهو نحن يعني يمكن من الميزات التي تميز غالب كرافت هو قدرتنا على تعامل مع متطلبات العميل نحن يعني في المنطقة متطلباتنا تختلف زبائننا يختلفون عن المتطلبات العميل الأوروبي نحن عائلات أكبر نحتاج مساحة أكبر طقسنا حار لا تستطيع أن تتحرك مسافات صغيرة وقصيرة لذلك نركز الحقيقة على متاحة المساحة الأكثر في اليخ نركز أيضاً على تقليل التعقيدات التي قد تؤدي إلى حاجة كبيرة إلى الصيانة أو خدمة ما بعد البيع حتى نحاول أن نقلل حتى نقلل تكاليف التشغيل أو تكاليف الصيانة ونحاول أن نعطي الزبون احتياجات يعني فيما يتعلق بالذوق في التصاميم الداخلية لكن هذه كلها في إطار اشتراطات البحرية لأن نحن نعمل أيضاً مع مؤسسات التصنيف العالمية التي تعطي الشهادات وتطمن الزبون أن هذا اليخت مبني بناء على هذه المواصفات العالمية لأن هذا يحفظ من اليخت قيمته فيما بعد البيع تحدثنا عن سعيكم المتواصل لتوفير احتياجات الزبائن وطلباتهم المختلفة لكن بنفس الوقت فيه هناك في سعي دائل إلى الجودة والمتانة المرتبط مع الأناقة والرفاهية قديش صعب أو ممكن يكون سهل قدرتكم على تحقيق هذه المعادلة هو اليخت ومالك اليخت عبارة عن رفاهية لأن الإنسان الذي يصرف هذا المبلغ من المال صحيح يحتاج إلى الجودة يحتاج إلى محركات جيدة إلى تصميم اليخت جيدة إلى أن يخت يسير في المياه بشكل مريح كلها لاجه لكن أيضا يحتاج للرفاهية الداخلية سوى فيما يتعلق بتصميمات الديكور الداخلي أو فيما يتعلق بالمواد المستخدمة أو لا تنسي أننا نتعامل مع البحر الرطوبة عالية الملوحة عالية فلا بد تكون حتى المواد المستخدمة مش فقط رفاهية فيها رفاهية لكن فيها جودة وقدرة على التحديات هذه الطبيعة أيضا نظام السمعي البصري إلى آخر كل هذه لازم تكون state of the art مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية يعني آخر ما توصلت للمنتجات في هذا ونحن الحقيقة نعتني بهذه التفاصيل الدقيقة لأن اللي يميز القيمة في النهاية هي هذه التفاصيل في البيت إذا دخلت في أشياء غلط كثير ما تشوفها لأن مسافات واسعة وبعيدة في اليخت أي شيء غلط تلاحظة فورا وبالتالي لازم تكون دقيق أي اختلاف في الوصلات أي اختلاف في الألوان وهذه عملية معقدة الناس لا تدرك الكم من العمل اللي يصرف لإخراج طاولة على سبيل أو لهذا الباب بس أكيد أنت بتشوف الانبهار لما تشوف طبعا الناس لما تشوف تأرف التفاصيل الدقيقة لكن هو ياخذ وقت ويكلف كثير من المال لإخراج بالشكل الصحي أو المناسب فنحن الحقيقة بخبرتنا اللي صار عندنا خبرة 34 سنة بتعاملنا مع كل هذه الظروف التي تحدثت عنها وبتعاملنا أيضا مع شركات عالمية ومصممين عالميين ومصممين وأصبحنا نتعامل في السوق العالمي فارحي أنت لن تستطيع أن تنافس صحيح في السوق العالمي بدون ما أن تقدم الجودة المنافسة والمنتج المنافس في جميع في شموليته صحيح لكن اللي ميزنا خلال هذه الفترة الطويلة كلها دائما استطعنا أن نقدم ما نسميه بالي بمعنى أن القيمة دائما قيمة المنتج أعلى من سحرها هذه هي الركيز الأساسي اللي نرتكز عليها في المنافس العالمي لازلنا مستمرين معكم في زيارتنا إلى مصانع شركة جالدكرافت للصناعات القوارب واليخوت المزيد في هذه الزيارة ولكن بعد الفوصل نحن في القدرة القابضة نتطلع إلى أن نكون الشريك الرائد والمفضل في قطاعات محددة كمجال الاستثمار المصارف والتمويل إدارة المشاريع الضيافة الاستثمارات الدولية المسؤولية المجتمعية والرعاية ونسعى إلى تحقيق الجودة والتبادل والمسؤولية بنزاهة وشفافية القدرة القابضة ننمو بقدراتنا للمرة الثانية يجتمع العالم 15 دولة من 6 قارات في أموضب العاصمة 16 جوادا عربيا أصيبا من أنقى السلالات تتنافس على أغنى وأغنى السباقات العربية في العالم مليون ومئتي ألف يورو والكأس الذهبي سباق آيبك جوهرة تاجي الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان للخيول العربية الأصيلة جروب وان على قناة حدث آخر يقدمه لنا مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان للخيول العربية مؤتمر جديد في طرحه يسلط الضوء على جانب مهم في عالم الفروسية ويمثل نقطة ارتكاز لمستقبل السباقات في العالم مؤتمر سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك لتدريب وتطوير مهارات الفرسان المتدربي على قناة ياس أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة نتعرف معا على أسرار مصانع شركة جولدكرافت لصناعة القوارب واليخوت هذه الشركة التي تعد واحدة من أهم عشر شركات عالمية في هذا المجال شركة حملت شعار صنع في الإمارات وانطلقت إلى القمة ترجمة نانسي قنقر دولة الإمارات تسعى حاليا إلى تطوير قطاع الصناعة مع غيرها من القطاعات المختلفة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وبصراحة شيء يبعث على الفخر أنه نرى كلمة أو جملة صنعة في الإمارات على هذه المنتجات من خلال تعاملك مع السوق العالمي ما مدى مصداقية صنعة في الإمارات في الأسواق العالمية وهل تعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التعديز لهذه الجملة لا شك نحن نتمنى الحقيقة كشركة أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل القطاع الحكومي من قبل المؤسسات الحكومية ليس فقط بجملة صناعة في الإمارات لا بحقيقة صناعة في الإمارات أهم وهذا يعني أننا نتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر بالصناعة المحلية الإمارات اليوم صارت براند في العالم عرفتني صح وخذي مؤسسات كثيرة في الإمارات صارت براند صارت يعني الناس تثق في خدماتها تثق في أداءها تثق في كذا وعندنا مثلا طيران الإمارات كمثل يحتذى اليوم يتبع طيران الاتحاد تتبع شركات مثل مواني دبي العالمية أصبح لها مثل شركة عمار سيراميكراس الخينة أنا لا أتكلم عن كلاكراك صار في براند وهذه البراند لها وزنها وفقلها في العالم لابد نحن أن نبني على هذا لأن الشيء إذا لا يتقدم إلى الأمام دائما يتراجع إلى الوراء دبي كمدينة صارت براند في العالم صحيح كيف نستطيع أن نستفيد منها تحت شعار صناعة في الإمارات غلف كرافت من حسن الحظ هي اللي طرحت شراء شعار صناعة في الإمارات ونريد من كل المؤسسات من كل الشركات أن تتبنى هذا الشعار حتى يصير صناعة في الإمارات براند عالمي نتفق جميعا على أساسها نحن لما نذهب إلى السوق العالمي مش فقط غلف كراف في ذهننا في ذهننا صناعة في الإمارات وفي ذهننا سمعة الإمارات لما شاركنا في معرب كان في الشهر الماضي شهر سبتمبر منتجكم يعني حصل على جائزة وكان مميز جدا بدي أكبرت وتحكي لي أكثر عن هذا الموضوع وشاركنا في معرب مناكو رفعنا ألم الإمارات صحيح لأننا نفتخر بأننا نرفع على الإمارات ونريد للإمارات أن تفتخر بصناعتها نحن لم نذهب بصناعة متخلفة أو رديدة هدنا بصناعة منافسة بالصناعة العالمية في عقر دارها ولذلك نفخر بأن يكون صناعة الإمارات الآن نيجي كيف يمكن الحقيقة تحت هذا الشعار أن نساعد الصناعة المحلية ونطورها طبعا الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يطول عمره طرح صناعة في تشجيع قطاع الصناعة والبدء في التفكي في قطاع الصناعة في إمارة دبي وهذا شيء طيب نحن نتمنى طبعا أن يكون المبادرة أكبر تضال الإمارات ودبي فازت باستضافة إكسبو 2020 نتمنى أن يكون هذا الحدث مجال الحقيقة أيضا لنطرح فيه شعار صناعة الإمارات ليس بس شعار لكن نروج للصناعة الإماراتية لا نركز فقط على الثقافة وعلى التاريخ وعلى المحل نحن مش فقط ماضي نحن أيضا مستقبل والمستقبل هو الصناعة مش الحدث التراثي التراث مهم جدا والتاريخ مهم جدا لكن المستقبل هو للصناعة هو للفكر هو للإبداع كما يعني يردد كل المسؤولين دائما جزاهم الله خير لذلك أتمنى استغلال فرص مثل هذه إكسبو 2020 لترويج لصناعة في الإمارات يكون هذه المظلة البداية الحقيقية للصناعة في الإمارات ويكون إن شاء الله فيه دعم عالمي دعم يعني حكومي اتحادي لنشر صناعة في الإمارات نحن في قلف أنا لا أطلب شي عندما أقول هذا نحن في القلف كرافت 34 سنة لم نطلب من المؤسسات الحكومية شيء اعتمدنا على تجربتنا على خبرتنا على بكل محاسنها ومصاعبها هذه التجربة كانت ذاتية لكن نتمنى أن هناك تجارب كثيرة بتكون ما بتستطيع أن تصمد مثل تجربتنا تحتاج إلى الدعم والرعاية الحكومية نحن ولدنا في ظروف مختلفة اللي بيولد اليوم ظروفها مختلفة لا يستطيع أن يمر بنفس التجربة اللي مرينا فيها نحن يحتاج أن المؤسسات الدولة تحتمل حتى يستطيع أن يصل العالمية ولا أعتقد صراحة استقبل الدول لن يعتمد على أنصر آخر أكثر من الإبتكار والصناعة ترجمة نانسي قنقر تستخدم غالف كرافت أحدث التقنيات والتصميمات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات مثل قوارب الصيد والنزهة الطرادات الرياضية واليخوت السوبر التي تصمم جزئياً بمواصفات خاصة وفقاً لرغبة العميل واستناداً إلى طاقتها الإنتاجية السنوية التي تبلغ حوالي أربعمائة يختم وقارباً وخبرتها التي تمتد إلى ما يزيد عن ثلاثة عقود نحن طبعاً مثل ما قلت بدأنا بالقوارب الصغيرة ثم انتقلنا للقوارب التوسط ثم الإخوة الصغيرة الإخوة المتوسطة ثم وصلنا للسوكريات هو تطور طبيعي لأنك أنت نحن نتطور مع طلبات زبائلنا يعني نحن لا نستطيع أن نقرر أن نقوم بطرح مشروع أو يختوي إلى آخره إلا في إطار ما نرى من تطور الحاجات الزبائل يمكن ميزتنا الرئيسية أن زبائلنا دائماً نفسهم يتكررون يبحثوا عن الأشياء الأفضل الأكبر بكل سنة يعني مبارح كان عندي زبون يشتري رابع يخت في الشركة خلال العشر سنوات الماضية وبدأ من 75 قدم إلى اليوم 155 قدم فهذه للناس هما اللي نحتفظهم هذا الدليل على رضا الزبون بالمنتج وإلى آخره فبالتالي زبائلنا تتطور احتياجاتهم وبالتالي تتطور أدواقهم ونحن كشركة لا بد نكون قادرين على التطور بنفس العلاق يعني كنا نتحدث أنه لن ننتج أكبر من 155 قدم يعني هذا تطلعات يمكن قبل خمس سنوات اليوم مبادرة جديدة وملفتة الزبائلنا فرضوا علينا أننا ننتقل من السوبر يات اللي كان حدودنا إلى الميجا يات وبالتالي لا نستطيع أن نتخلى عن هذا نتخلى عنها لأن لسا أسباب يعني سألوني لما كنا في لما أعلننا دخولنا سوق الميجا يات في موناكو شو الأسباب الأسباب عندنا يعني أولا أو أهم سبب هو عندنا الكلاينت بيس أو الأساس الزبائل موجودين عندنا الثنين عندنا الخبرة اللي هي 34 سنة خبرة تراقم في هذه الصناعة ثلاثة عندنا المكان الفسلتي موجودة عندنا عندنا مصنع يمكن أكبر مصنع في خارج أوروبا وأمريكا موجودة في غرف كراه المو اللي صناعت الإخود رابعا أن نحن شركة مستقرة ماليا الحمد لله يعني لا نعتمد على تمويل بنوك لا نعتمد على تمويل خارجي نحن نمول ذاتنا وبالتالي نحن كشركة مستقرة ماليا يعني عندكم جميع عناصر وعوامل المطلوبة للإنتاج التي تحتاجها لتنتقل إلى هذا السوق هذا السوق لن يكون سهل نحن نعرف من النافس ونعرف الصعوبات الموجودة أمامنا ونعرف المتطلبات الموجودة أمامنا لكن عندنا ثقة في خبرتنا عندنا ثقة في فرق العمل الموجودة عندنا عندنا ثقة في الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني الموجود في الإمارات كل عوامل لها دور وعندنا الحمد لله أيضا الاستقرار المالي ما مدى قدرة خطوط الانتاج الحالية على أن تنتج هذه المنتج أو سيتم تطوير خطوط الانتاج لمواكبة التطوير هذا طبعا الخطوط الانتاج الحالية أو خطوط الانتاج الحالية عندها قدرة لتصنيع جزء من الموجود لكن لابد من إضافة استثمارات جديدة فيما يتم ما نسمي البنية الأساسية لأن بنيتنا الأساسية الآن معدة إلى هذا الحدود الذي ننتجها عشان ننتقل إلى الانتاج الميجايات نحتاج بنية أساسية ونحتاج استثمار في البنية الأساسية بشكل كبير يعني متى من المتوقع أن نرى أول انتاج بالميجايات منافسة إن شاء الله خلال أربع سنوات وانت حكيت قبل شوي أنه أنت عارف مع مين داخل المنافسة هل تعتقد بأن المنافسة رح تكون قوية وكيف تعتقد بأنه إنتاج ميجايات كيف سيتوائم مع هاي المنافسة مع الأسواق العالمية نحن مرينا في المراحل لما انتقلنا لبناء الإخوت نفس الشيء دخلنا في المنافسة مع الشركات تختلف عن بناء القوارب لما انتقلنا للسوبريات تخلنا في المنافسة مع شركات تختلف عنه التبني يمكن ناس كثير ما تعرف أن قلف كرافت بدأت صناعة السوبريات قبل كثير الشركات الأوروبية الأملاقة اللي موجودة في السوق لما صنعنا نحن الميلنيوم 118 عام 2000 شركات الأوروبية على الأقل ما في شركة بريطانية كانت تبني السوبريات في ذاك الوقت ما في شركة فرنسية تبني سوبريات في ذاك الوقت كان في شركة بلدين أو ثلاث بلدان يبنون سوبريات الولايات المتحدة هولندا وإيطاليا لما بدت قلف كرافت تبني سوبريات فبالتالي نحن عارفين هذا لكن كل ما كبر الحجم كل ما زادت التعقيد كل ما زادت التحديات زادت المنافسة أطلقت غالف كرافت العلامة التجارية الجديدة نوماد لتؤكد قدراتها المتطورة على إنتاج مجموعة عريضة من اليخوت المتسمة بالأناقة والقدرة العالية على التحمل كما تم تصميم وبناء مجموعة اليخوت المندرجة ضمن هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء من محبي البحر والراغبين بالقيام بأسفار بحرية طويلة وتعتبر يخوت نوماد وجهة ترفيهية بحد ذاتها تتيح لمستخدميها سواء كانوا من العائلات أو المجموعات متعة غير مسبوقة في الرحلات البحرية الطويلة وإمكانات هائلة لاستكشاف عرض البحار والمحيطات مقرونة بأعلى درجات الأمان والراحة فخورين بصراحة فيكم وبنجاحكم وما تقدمونه لدولة الإمارات لكن هل تعتقد بأن النجاح اللي وصلت له هو صدفة حظ أن تخطيط جيد ومواضبة والله يعني في الدنيا ما في شيء اسم حظ مع الاحترام يعني ولا في شيء اسم سحر ولا شيء اسم عرافة يعني في تنظيم في إدارة في تخطيط في عمل وفي عناصر مساعدة مثل ما قلت لك سابقة يمكننا لو كنا في دولة أخرى ما نجحنا نجاح هذا وجودنا في الإمارات كان لدور كبير في نجاحنا هل هذا حظ أو هذا صدفة ما أدري إذا كان هذا الحظة والصدفة وجود الناس اللي تبنوا الفكرة ده العقلي اللي تبنوا فيها الفكرة أن يعني حد ما يصدقني لما يقول عشرين سنة هاي الشركة تشتغل لم نكسب منها قرش وما كان هذا هدف فأنا أعتقد فأنا أعتقد أن في الإمارات الفرصة مواتية ونحن في قلت نعتبر نفسنا رول مودل أو نموذج من اللي يريد يشتغل من اللي يريد ينجح من اللي يريد يعمل والحمد لله الفرص متوفرة للجميع وأتمنى يعني في هاي المناسبة أن الشباب يعتبروا من هذه التجربة نحن لما بدأنا بدأنا شباب صغار صحيح كبرت الشركة وكبرنا معها إلى آخر لكن أعتقد أن خلقنا من هذه الشركة لقسم أو تراث يحتفي بالوطن ويحتفي بأبنان وهذا مهمة الإنسان في الحياة في ناس تدخل من هنا وتخرج من هنا بدون أي تأثير يتكر بدون أي ما تترك شيء وتترك بصماتها وتترك بصماتها في هذا التاريخ في تاريخ الوطن في تاريخ البلد في تاريخ العائلة في تاريخ فهذا مهمة أي شاب اليوم يفكر بهذا الشكل الأشياء السرية والتواجه السرية والرفاهية السرية هذه يعني ما تساعد على بناء الأوطان الأوطان تبنى في الجد والمعرفة السردان مستمر معكم ولقاء مع القرش الأبيض ثاني الجمزي بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة